مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة سومير انجليش اليوم كما قلت لكم سوف نبقى معكم كل نهار فيديو ان شاء الله سوف يكون الامتيحة الوطاني اليوم الفيديو سوف يكون على الرائتن انا عافة الرائتن كي يلقوا فيها بزاف الناس مشكلة يعني الاكثر يخافوا من مشكلة الرائتن يخافوا الامتيحة الوطانية وما يقدروا شي يكتبوا اول حاجة لما تخافوا من الرائتن الرائتن خاصكم لها غير بعض الحيال او بعض الخطوات اللي خاصكم تطبقوها باش تكتبوا واخد تكون عندكم صعوبة في اللغة الانجليزية احطيت لكم واحد الفيديو زوينه مهم بزاف على الرائتن غنخليه اليكم في الديسكريبشن بوكس غادي يكون فيه قاع النصائح اللي خاصكم تعرفوا على الرائتن باش تقدروا تكتبوا يعني اذا طبقت ذوك الخطوات راه 100% غادي تضمنوا النقطة ديالها انا سيقولتكم في الانستغرام في ستوري على اشنو الفيديو اللي بغيتوا يكون واش رائتن على اللوكداون الحاج الصحي او تصحيح امتحان وطني كانت النسبة قريبا متقاربة شوية الاكترية كان اختاروا يعني رائتن على اللوكداون اذا بغيتوا تعرفوا كيفاش تكتبوا رائتن الى تحطي لكم هاد الشيجيب الوطني بقوا معايا هنا يعدنا رائتن كما تنعرفوا اول حاجة رائتن تحطي لها علاقة باليونيت اللي قرينة اللي قرينة في الباكالوريا باش الى تحطوا تعرفوا كيفاش تكتبوا عليهم منها غزيت تعلموا كيفاش تكتبوا على اي سيجي تحطي لكم يعني السيجي كما كانت قدروا تجاوبوا علي اللي بداو رائتن ديالنا اهنا درت لكم هاد الشيجي اللي ممكن متلا كتحط الشيجي بحالو تقريبا تيتحط بها الطريقة متلا دلوكداون دورين كوفيد 19 قاوز ماني تشيجز رائتن اميال تيور فرين تتحطي لهم عباو تتحطي لهم تتحطي لهم هناك تشوف دلوكداون كتعرف انا هدر على دلوكداون في الفترة ديالكوفيد 19 قاوز يعني سبب لنا قاوز ماني تشيجز تغييرات قاوز تتحطي لهم في طريقة تتحطي لهم تتحطي لهم تتحطي لهم سوف تكتبوا اسمية صاحبكم او صاحبكم يعني الشخص اللي بيتوا تكتبوا لي هنيشا غير اسمية سوف تكتبوا لشي صديق او اب او اخ يعني شي شخص اللي قرب لكم سوف تكتبوا هاد السنتنس في اللون ضروري تدروها يعني دروها باش تبدووا الاميل ديالكم فرست ايود لايك تو تنكيو فوراست ايميال يعني كنشكرك على ايميالي سيف الطريقة قبل كتدير فول ستوب كتدير this time i want to tell you ولا i want to talk about يعني تدير this time علاش انت بتتهضر يعني هاد الشي اللي تلبولي منك هنايا غدي تكتبوا ليهم هنايا this time i want to tell you about هما قالوا لك your experience انت غا تكتب هنا يا my experience حداش انت اللي كتهضر my experience during the lockdown كتستعمل i و my i want to tell you my experience and about the things that i have learned هما قالوا you have learned غدر i have learned during this hard time في بلاس ما يبقى يعود the lockdown lockdown the hard time يعني هاد الوقت الصعيب يعني هاد الوقت الصعيب يجو هنايا غديروا the lockdown changed many things in my life كما قلت لكم غديروا الحاجة غديروا النقطة اترجعوا اسطر غديروا capital تكبيرة ديما من نور النقطة تكبيرة ديما في الاول دي السنتنس تكبيرة ديما الحارف يكون كبير في الاول دي الجملة ولا من بعد النقطة كما قلت لكم قبل the lockdown changed many things in my life كما قلت لكم ديما خلوا السنتنس تلكم simple يعني subject, verb, object ولا subject, verb, complement هنا عدنا the lockdown subject, changed, verb, many things in my life ها هو الobject يعني ديما خاصلكم تخلوها simple حاجة اخرى تحاولوا تستعملوا past simple or present simple باش ما تعقدوش الامور عليكم يعني تخلو الparagraph ديالكم simple باش ما تغلطوش هنا غديروا ليد the lockdown subject, changed, verb, many things, object in my life نقطة غديروا first باش نضموه كما قلت لكم دوكل expressions اللي كنستعملوا باش نضموا الparagraph ديالنا first comma I can't see my friends subject, verb, object subject, verb, object كما قلت لكم ديما ديما simple comma and and I can't go out هيا واحد lincoln words ديما استعملوا lincoln words lincoln words lincoln words lincoln words lincoln words lincoln words and however moreover because when I am feeling bored يعني راهنا يا lockdown نغير بزفت الحواج في حياتي اول حاجة ما نقدرش نشوف الأصدقاء ديالي I can't see my friends and and I can't go out ما كان قدرش نخرج when I'm feeling bored باش تنحس بالملال full stop thus اللي هي كتعنيه وبالتالي تكبيرة comma I always feel stressed and depressed هنا تقدروا استعملوا أي فوكابلورين انتم عارفين انه مش بالضرورة بحركة أي حاجة عارفين انتم مكتبوها I always feel يعني كان شعر stressed يعني متوتر and depressed يعني مكتائب also comma I had a lot of work to do for my studies because I had to prepare for my final exams يعني كان عندي بزل الخدمة نديرها في القرية ديالي باش نوجد الامتحانات النهائية full stop in addition and in addition to that comma I had online exams which were very difficult to answer يعني كان عندي واحد الامتحانات online اللي كانوا difficult صعاب باش يتجاوب عليهم to answer كما قلنا لكم في during the end infinitive فاش تكون عندنا adjective difficult easy hard etc تنديروا to infinitive to answer شتوا باش تعرفوا ان دو كل الدروس كامل اللي كاتقروا في البكالورية رام مرتابتين تعاونوكم في الرايتين furthermore باش نديروا واحد التغيير اخر I wasted too much time on social media in order to fight burden يعني راه ضيعت بزاف ديالوقت I wasted too much time بزاف ديالوقت on social media يعني في social media in order to fight يعني باش تحارب boredom اللي هي الملل هنا عندنا however يعني بتجوز تقولوا هنا يهضرتوا اللي على الحويجة تغيروا the things that you have changed the things that have changed يعني your experience جريبة ديالك هنا غتجي تقول ليه the things that you have learned يعني الحاجة اخرى الحويجة اللي انت تعلمتهم however على الرغم من ذلك يعني وخاد المشكل كامل اللي كانوا هنا ديال المتحانات ديال الملال ديال ما تقدرش تصبح اصحابك ما تقدرش تخرج اكسترا ديال ضيعت الوقت السوشال ميديا هنا قد تقولوا على الرغم من ذلك يعني however كاما I have learned many things during the lockdown اشتي sample words عود ثاني I have learned many things during the lockdown full stop تديروا تعني first يعني اول حاجة تعلمتوها I learned how to keep up with hard times هنا استعملتوا واحد الفريز البرب to keep up with هنا ولكن انتو ما تقدرش تعملوا I verb انتو معارفين نو اي حاجة انتو معارفينها I learned how to keep up with hard times يعني كتأقلم مع الاوقات الصعبة and دي ما and قبل منها كاما and to spend time alone to spend time alone يعني كباش تدوز الوقت بوحدك full stop moreover باش تزيد واحد حاجة اخرى تعلمتها كاما دي ما لنكين واشتعملوا البنكتويشن ديالها بحالة هنا يا full stop كاما I have learned how to rely on myself in my studies I have learned how to rely on هاي واحد الفريز البرب اخر اللي كتعني الاعتماد يعني كتعتمد على راسك rely on myself in my studies في القرية ديالي يعني كتعتمد تعلمتك باش تعتمد على راسك في القرية ديالك because هاي ادرنا because بكوز من طبيع تحيلة جات وسط السنتنس ما كنديرو التاف فاصيلة ما كنديرو التان وقتا because I can't study with my classmates يعني نسيت يقرؤوا معاك or friends يعني هنا يا قلتي انك تعلمتك باش تعتمد على راسك حيث ما تقدرش تقرأ مع أصحابك ولا الكلاسميت ديالك full stop also كاما I spent time with my parents and my brothers اشتي subject verb object I spent time with my parents يعني دوست الوقت مع الولدين ديالي and my brothers يعني اخوتي full stop in addition باش تزيدوا حاجة أخرى I started learning English I started learning English هاي تاني نفس حاجة simple sentences I started learning English because because لان كنواد باش نجمعهم because I love this language صافي يعني simple خلوا الجمل ديالكم بسيطة full stop بسعليتي لكن ما قلت لكم ديال ما اخليوا السنتنس ديالكم simple كتشوف السنتنس انهم بساطة ولكن في نفس الوقت نتسلسلين moreover however because بسيطة يعني ثلاثة وغادي تلقوا عليها like 10 على 10 النقطة اللي خلصة تحط لكم هتحط لكم على هذه النقطة حينتش هما تتسنوش منكم انكم تكتبوشي حاجه الملك يعني هماما quien تتسنوش منكم انكم تكتبوشي حاجه اللي ما ايضا يعني شيف فوقابلوري اللي واعر شيف كلمات اللي صعب اللي هما يجعهم صعب نا ميفهمهم و لاش حاجه نلا هم تنتبوشي حاجه اللي في المستوى ليا باكالوريا ستيدنس يعني الشي واحد اللي في الباك يكتبليهم غير جملة 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 صحاح ومتسلسلين ومنضمين هادي كنت ستبع الإيميل اليك تقولين كانت سمنى انك تكون بخير في هاد الوقت الخاطر يعني I hope you are doing well during this dangerous time waiting for hearing from you يعني كانت سنة اناني نسمع منك في اقرب وقت يعني تكتب اي عاودي يكتب لك تاني ولا تعاودي يكتب لك تاني انتو ما تقدروا ستدوا باي طريقة تقدروا تكتبوا غير with my love ولا شي حاجة بحلاكة يعني انت صاحبتك ولا صاحبك تقدروا تتبوا اي حاجة اخر حاجة ديونا تديروا your friend وتديروا اسميتكم your friend وتدير اسميتك بوحدة في الاكزام ما خصك تقدر تكتب اسميتك كاملة ولا تسنيها ولا اي حاجة خصك تكتبها كالفرس نام صافي و guys كان هذا هو الفيديو كانت تمنى تكونوا كاملين استفتوا منه تمنى تكونوا تعلمتوا كيف تكتبوا حاول تطبقوا هالطرق على اي موضوع تحط لكم ماشي بالضرورة غير lockdown إلا بغيتوا انكتبوا رأيتنا لشي موضوع اخر اخر تقدروا تخلوا لي في الكمنت تقلوا لي الرأيي ديالكم وتخلوا لي الموضوع اللي بغيتوا انكتبوا عليه لا تنسوش كذلك تجون دي الانستوغرام سوما الانجلش إلا عندكم اي سؤال او إلا بغيتوا نصفت لكم الانستوغرام قبل ما تنسوش تديروا سبسكرايب وتفعلوا جرس باش يبقى يصلكم اي فيديو كان حطوه في اليوتيوب وما تنسوش تبارتاجيوا لا فيديو مع أصحابكم باش كوش يستفد وبالتوفيق ان شاء الله هو النجاح للجامعة